تتواصل قوافل الفرين السودانيين من الصراع المحتدم هناك إلى مصر ويوقن السودانيون بأن وجهتهم نحو مصر فيها النجاة والترحاب الدائما رغم ضبابية المشهد وارتفاع أدخنة الحرب يوقن السودانيون بأن وجهتهم نحو مصر فيها النجاة والترحاب الدائما فهي باب لا يوصد أبدا في وجه الأشقاء فإلى الحدود المصرية تتواصل قوافل الفرين السودانيين من الصراع المحتدم هناك وبعد رحلة طويلة يلتقطون أنفاسهم أخيرا في بلدهم الثاني مصر طريق كان صعب شديد بس الحمد لله وواجهتنا يعني عوارض كثيرة بس يعني ربنا شافنا وربنا ستر علينا وإحنا يعني خارجنا عشان دخلوا علينا في البيت ورهبونا وسرقوا حاجاتنا كلها وما فضل لنا حاجة هناك ما الحرب حرب بشعة عموما يعني نحن أنا يعني كطبيب في المستشفات كثيرة جدا طلعت من الخدمة مستشفات غليلة في مستشفات تم إجلاء إخلاء وإلى المرضى ومنى وفي مستشفات تم احتلال يعني بعد الرحلة الشاقة يجد السودانيون كل ترحاب وتيسير للإجراءات من معبر أرقين حتى الوصول لموقف باصات كركر الدولية في أسوان تماشيا مع جهود الدولة في دخول أو مساعدة الأسر النازحة نحن هنا في قرى ودي كركر طبعا بحيث نحن نعتبر الجهة الأولى أو المكان الأول الذي نستقبل فيه إخواننا السودانيون القادمين بالبساط من منفذ أرقين الحدودي إلى موقف قرى ودي كركر الدولي للسودان نحن هنا بنحاول بإذن الله أن نقدم لهم أكثر أو أقل شيء ممكن للمساعدات مثلا بنحس عدد الغراء أو البيوت نحن نحن حوالي ثلاثة أربعة بيوت بنجهزها نحن الجماعية ترمية المجتمع هنا في قرى ودي كركر لاستضافة بعض الأسر المحتاجة تعمل رست أو تعمل راحة في قرى ودي كركر الظروف التي حصلت لنا في السودان أجبرنا على الخروج للتوجه إلى البلد الآمنة مصر حيث وجدنا الاستقبال ووجدنا الكرم كل الأخوان كل المواطنين المصريين استقبلوك براحية وحقيقة يعني الواحد حس بأنه هو في أمان شديد داخل مصر منازل للإقامة ورعاية طبية وإتاحة لكل المتطلبات هو تأكيد على الترحيب بالإخوة السودانيين في مصر على المستويين الرسمي والشعبي حيث تم تزليل كافة العقبات وتقديم كل الخدمات المتاحة أخواننا السودانية معاهم عشر زمان وأكلوا شربوا معاهم وعيشوا من زمان وناسنا وأهلنا وإحنا مستعدين أي خدمات لهم والرئيس عفتاح السيسي الراجل جامل بهم بجميع الواجبات ومستعدين لهم في أي خدمات وأي طلبات ولأننا عشر من زمان مصر والسودان دي بلد واحدة قلوبنا مفتوحة قبل بيوتنا اليوم فكرم ربنا الاستجابة من أول يوم في الأزمة بيوت كركرة 8 قرى اتفتحت لأشقائنا السودانيين أشقائنا في الدم أشقائنا في العروبة أشقائنا في الأرض مصر والسودان دولتان لوطن واحد هو شعب النيل أخوة على مر الزمان ويدا بيد في مواجهة كافة المحن والصعوبات التي واجهت البلدين ترجمة نانسي قنقر